نضع الميدان لفارسه ونعطي القوس باريها ولا ندعو الشيخ الدكتور سيف الهادي ليضيء لنا في حوار الشغف فليتفضل نشكوره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه المشايخ أهل القرآن شيخنا الأستاذ الدكتور وصفت أنت بين أهلك هنا في عمان مشايخ الفضلاء أبناءنا الطلبة والطالبات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء القصير الذي أراد الإخوة فيه أن يكرموا وأن يتوجوا حملة القرآن الكريم الذين قطعوا شوطا طويلا في حفظ كتاب الله ولبسوا هذا الشرف العظيم ونريد كان الأصل أن يكون طبعا لا تستغربوا من هذا الجهاز العسكري هذا ليس حزاما ناسفا وإنما فقط جانب إعلامي الأصل أن يكون هناك حوار ولكن طلب مني الإخوة أن يكون الحديث بيني وبينكم وديا مجموعة محطات سنقف عندها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء تخصكم أنتم الطلبة الجامعيون ويمكن أيضا أن تتعلق بالمفاهيم بشكل عام فيما يتعلق بكم أنتم؟ هذه الفترة فترة الدراسة هي الفترة الحقيقية لاستثارة النشاط العقلي هنا أنتم جئتم من أجل اختبار قدراتكم العقلية والمعرفية هل هي صالحة أن تتناول مفردات الحياة لاحقا أم ليست بصالحة؟ لأن ما بعد المرحلة الجامعية عمل وإبداع وإنتاج العمل والإبداع والإنتاج يحتاج إلى مرحلة قبلية تتلقون فيها فنون العلم والمعرفة وتعتمدون فيها على استثارة النشاط العقلي وليس على التلقي الموضوعي سأفسر بعض هذا الكلام أنا لست غريبا عليكم أنتم طلبتي أيضا وطالباتي أعلم تماما ما الذي يريده الطالب الجامعي المراحل الجامعية إن نظر إليها الطالب على أنها فرصة لتحقيق مكسب علمي عن طريق حفظه الذي من الله تعالى به عليه فإنه مغطئ وإن ظن أن المرحلة الجامعية هي علاقة ودية بينه وبين الأستاذ يستطيع من خلال اللغة الكلامية أن يستعطف الأستاذ للحصول على قدر من الدرجات فهو مخطئ أيضا وعادة قبيل الإختبار تكون هناك مفاوضات ساخنة بين الأستاذ والطلب لتحديد المقرر من أين يأتي الإختبار عندما يتم تحديد المرحلة الجامعية على أنها هذا النوع من التلقي الموضوعي للمادة فإن الطالب لن يحصل على نتيجة لكن الذي نريد أن ننبه عليه وهو الذي أشار إليه عبد الوهاب الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه رحلة الفكرية عندما كان أستاذا في الجامعة أيضا وأنا أوافقه على هذا الرأي وهو أن يعتمد الطالب على قدراته العقلية في استيعاب المادة المطروحة ثم يخضعها لما تحقق أو لما تكون لديه من المعارف القبلية أو من الاستعدادات الفطرية لا يقف أمام الأستاذ على أنه متلق فقط للمادة العلمية ثم يسجل ملاحظاته لا المفترض أن المادة يقرأ فيها قراءة فاحصة ثم يخضعها لما تحقق لديه أو لما توفر لديه من معرفة ثم يناقش الأستاذ فيها على أنها معرفة تقبل الأخذ والرد يمكن هو قد يكون المصيب قد يكون هو المصيب وقد يكون أستاذه المصيب المهم أنها معرفة إنسانية قابلة للإخضاع العقلي لنفتح القرآن الكريم الآن بما أننا مع هؤلاء الإخوة الذين تشرفوا بحفظ كتاب الله وقبل أن نفتح القرآن الكريم لعل بعض الكلام فيه شيء من الغموض سأفسره الإنسان زود باستعداد معرفي فطري قبل طبعا هذه أطروحة من الأطروحات هناك أطروحات كثيرة تفسر العقل البشري كيف يتكون هناك من يقول أن الله تعالى زود هذا الإنسان بمعرفة فطرية سابقة يتلقى بموجبها تفاصيل الحياة فيفهمها ويستوعبها الحواس وظيفتها تقوم وظيفة الحواس تقوم بتخزين المعلومات الخارجية ورفض العقل بها ولذلك قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا من أين لا تعلمون أن هذا هذه جامعة وأن هذا لا قط صوت وأن تلك كاميرا هذه الأسماء لا تعلمونها إنما باستخدام الحواس أصبحتم تعلمونها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هذه منافذ المعرفة التي تتحصل من خلالها طيب لنفترض أنني وأنت استخدمنا حواسنا لتلقي المعرفة واقتصرنا عليها سنكون نسخا من بعضنا سيكون أنا أنت وأنت أنا لأننا جميعا تلقينا هذه المعرفة عبر الحواس فقط دون استخدام القدرات التي وهبها الله لنا فإذن عندما تتلقى من أستاذك معلومة مثلا من العلوم الطبيعية أو العلوم الأدبية لنفترض أنك استمعت إلى آية قرآنية فسرها الأستاذ بطريقة معينة هل ما يقوله الأستاذ حق مطلق لا يقبل المراجعة أم أنك يمكن أن تبحث كما بحث لتصل إلى معنى آخر في الآية ذات الدلالات المعرفية الواسعة لنضرب مثالا بآية قرآنية يقول الله تعالى فيها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم نفس الآية وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هل هذه الآية تشير إلى أن العقل البشري خلق فارغا ليس فيه شيء أم تشير إلى أن هذه الحواس جعلت فقط منافذ لهذا العقل البشري تجلب له الأمور ثم يقوم بعد ذلك بمعالجتها داخليا تماما كما تدخل المعلومات في الحاسوب ثم يقوم تنظيمها وتنسيقها أي مفسر الآن يحترم نفسه لا يستطيع أن يقول رأيا قاطعا في هذا المعنى فإذن المجال لا يزال مفتوحا لك لتتساءل لتسأل لتناقش لتأتي بمعنى جديد هذا مثال في القرآن الكريم يخبرنا الله تعالى أن علاقة إبراهيم عليه السلام بربه علاقة عظيمة فهو نبي أرسله الله تعالى وجعله أبا للأنبياء هو أب الأنبياء ولكنه مع ذلك تملكه فضول في أن يعرف كيفية الخلق قال رب أرني كيف تحيي الموتى هذا السؤال مشروع وليس عيبا ولا يمكنك أن تتهم إنسانا يسأل هذا السؤال وتقول له أنت لست مؤمنا إذن لا أنت مؤمن ولكن من حقك أن تسأل سؤالا يعزز إيمانك بالله لا يشككه لا يضعضعه لأن السؤال عن الكيفية وليس عن هل تحيي يا ربنا الموتى أو لا تحيي إنما رب أرني كيف تحيي الموتى فقال الله له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي طيب هل سؤال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام أولم تؤمن يعني أنت في شك لا ليس هذا هو المعنى أولم تكن واثقا في قدرتي على إحياء الموتى قال يا رب واثق في قدرتك على إحياء الموتى ولكنني أريد أن أرى ذلك بعيني ليصل إلى مرحلة تسمى بعين اليقين لأن اليقين ثلاثة مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فأراد أن يصل إلى مرتبة أخرى هي عين اليقين قال إذن هنا عليه أن يقوم بحركة معينة لا تأتيه الإجابة سهلة ولذلك أنتم الطلبة الجامعيون عندما تسألون الأستاذ عن مسألة ويقول لكم الإجابة فقد أراحكم وجعل عقلكم كسولا لا المفترض في الأستاذ أن يقول لك بحث في ثلاثة مصادر على الأقل ثم أتني بالإجابة غدا لأجد أنك لأعرف أنك جاد في سؤالك أم أنك فقط تريد أن توهم الأستاذ بأنك تشارك لتحصل على خمس درجات درجات المشاركة ولذلك مجموعة من الطلبة يرفعون أيديهم وإن لم تكن الإجابة موجودة المهم أن الأستاذ سيطمئن إلى أن هذا الطالب مشارك فإذا استخدم الأستاذ هذا الأسلوب أسلوب الاستثارة العقلية والاعتماد على النفس في البحث فإنه سيكون باحثين حقيقيين سيقول له ابحث يا بني أو يا ابنتي في المصادر الفلانية لتأتيني غدا بالإجابة أو بعد غد إذا كان المسألة شاقة عليك لكن أن يعطيه الإجابة لا قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا لابد من القيام بحركة عملية ربما هذه الجبال متباعدة عن بعضها بين كل جبل وجبل كيلو ربما على إبراهيم عليه السلام أن يبذل جهدا وأن يخلط هذه الطيور والله تعالى قادرا أن يقول له أم الطيرا وانظر كيف أحييه لا الإجابة لا تأتي بهذه الطريقة ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم واعلم إذن هنا تتحقق المعرفة أن الله عزيز حكيم فإذن لابد من استخدام العقل للبحث عن المعلومة قد نخطئ كثيرا عندما نختبر الطالب في المعلومات العامة عندما نريد أن نختار الطالب المثالي مثلا أو عندما نريد أن نقابل الخريك هذا الخريك الذي تعول على المعلومة الكسولة المعلومات العامة من أجل انضمامه إلى وزارة معينة نقول له كم ساحب سلطنة عمان كم طول سواحل سلطنة عمان ما هو ما هي عاصمة الدولة الفلانية هذه المعلومات العامة معلومات ليست مقياسا لمعرفة ذكاء الإنسان وقدرته العقلية يمكن أن يشاركك فيها شخصية عادية من أبناء المرحلة الإبتدائية أو الإعدادية عندما تكون المقاييس العلمية للطلبة فقط هو اختبار معلوماتهم العامة فذلك أيضا خطأ إنما الصواب أن أقول له ما هو الفرق بين الإسلام والعلمانية مثلا عندما أريد أن أضمه إلى يعني في جانب يتعلق بعلوم الشريعة ما هو الفرق بين اليمين واليسار في الغرب مثلا ما هو الفرق بين الرأسمالية والاشتراكية أو أقول له لو أنك خيرت في جانب أخلاقي لتقول لي ما هو رأيك فيه فماذا تقول لو أن وذا كلام قلت لطالباتي لو أن طفلا صغيرا كسر كوبا و عفوا طفلة صغيرة كسرت كوبا وبجانبها أخوها الصغير فقرر أن يضحي من أجلها وأن يستر فعلها خشية أن تلام أو أن تضرب فقال لأبيه يا أبي أنا الذي كسرت الكوب هذه تبحية هذه إنقاذ للآخرين هذه ستر على الناس لكنها في نفس الوقت كذب أيضا أنت كمربي كيف تعالق هذا الموضوع من خلال إجابتك أستطيع تقييمك هل أنت ناشط عقليا أم أنت كسول معرفيا فإذن لا بد من النظر إلى هذا الموضوع عزير عليه السلام تساءل يوما كيف يحيي الله تعالى هذه الأرض بعدما كانت ميتة أنا يحيي هذه الله بعد موتها فكلفه هذا السؤال أن ينام مئة عام ليجد كيف يتم الإحياء القرآن الكريم دائما يعلمنا أننا نحتاج إلى استخدام الزمن الحركة والزمن في استثارة النشاط العقلي حتى نكون قادرين على اكتساب المعرفة وعندما أقول لكم النشاط العقلي فإن العقل في الإسلام يدخل في كل شيء كان الشاعر الكبير محمد إقبال يوجه نقداً للتيارات الموجودة في الهند إبان الاستعمار الإنجليزي للهند كانت الديانة الهندوسية تعمد إلى الصفاء الروحي والتخلص من الدنيا ومحاولة إبعاد المستعمر بعيداً عن العنف وهذا الذي تبناه غاندي طبعاً غاندي فيلسوف مشهور وله كلمات طيبة وجميلة لكنه كان في إخراج الإنجليز من الهند مستخدماً للمبدأ الهندوسي في عدم استخدام العنف والتخلص من الدنيا بما فيها هذا نوع من التجليات الروحية التي تجعل الإنسان زاهداً في الدنيا لا يريق من أجرها قطرة دم هذا المنهج موجود أيضاً في المدارس الإسلامية في بعض المدارس الإسلامية التي تعتمد على القانب العرفاني وتجعل الإنسان مبتعداً عن الدنيا لا يرغب في شيء من ظناً منه أن العلاقة مع الله تتحقق فقط بالسمو الروحي والابتعاد عن الدنيا ولذلك عندما جاء ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادتي هذا رسول الله نبي الله ماذا يعمل كيف هي علاقته مع الله فقيل لهم يصلي خمس صلوات يقوم الليل في أوقات معينة وحياته كلها نشاط في جواد مختلفة قالوا هذه عبادة قليلة لكنه رسول الله وفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر علينا نحن أن نقوم بوظيفة أخرى فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد وأما أنا الثاني فلا أتزوج النساء وأما الثالث فقال أصوم ولا أفطر فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل من هؤلاء الذين سمعتهم يقولون كذا وكذا أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم منه ولكنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء المنهج الإسلامي قائم على العلاقة بين الروح والقسد فكان محمد إقبال يستنكر أن يكون إخراج الإنجليز بهذه الطريقة فيدعو إلى استرداد الحق بما ظن الأول أنه له حق لأن الإنجليز عندما استعمروا الهند كانوا قد انطلقوا من خلفيات دينية واستعمارية سياسية ترى أن لهم الحق في قتل مئات الآلاف من أجل أن يضعوا يدهم على كنوز الهند وإخراجهم لا يكون إلا بتلك الطريقة وليس بالجانب العرفاني أو الغنوصي ويقول أن الإسلام يعتمد على الاستدلال العقلي في الوصول إلى المعرفة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده لماذا أنا أسألكم يا شباب لماذا لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم مضى علينا الآن كم ألف وكم وأربعمائة سنة ألف وأربعمائة سنة طويلة أم لا وستمر هذه الحياة آلاف السنين إلى الأمام لحنا لا نعرف متى تقوم الساعة لا تأتيكم إلا بغتة لكن نحتاج إلى نبي أو لا نحتاج واحد يرفع يدينا طيب تخذ بق مجميل حد فيه إيجابة أخرى ليش ما ترفعوا يديكم تعرفوا إيش السبب لم تتعودوا على تنشيط العقل صح ما تعودتم على استثارة العقل ولو تعودتم كان كل واحد يرفع يدينا تعودوا على هذا من الآن فصاعداً تعودوا على التأمل التفكر لا تقتنعوا بأي معلومة إنما بحثوها في مصادرها واستخدموا فهمكم الخاص لها الفلاسفة الذين تستمعون إليهم كل واحد مختلف مع الآخر لا توجد إلى اليوم فلسفة متحدة سقراط غير أفلاطون أفلاطون غير أرسطو رغم أن كل واحد منهم تلميذ للثاني تلاميذ أرسطو غيرهم عندما جاء المسلمون ابن سينة الفارابي ابن رشد وغيرهم كل واحد منهم مختلف عن الثاني في تحليله الفلسفي لقضايا الوجود المنطق فقط هو قواعد قامدة وعندما استخدم المسلمون المنطق واستأنسوا به في وضع أصول الفقه جاء أصول الفقه مختلفا عن المنطق أصول الفقه فيه الكثير من الإشكالات التي تجعل الأصولي مستخدما لنشاطه العقلي باستمرار وهذه رحمة من الله لأنه لو كان الأصول مثل المنطق لم اختلف العلماء في شيء لكانت المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والنتيجة ولستخدم نفس الطريقة ما يسمى بالقياس الحملي وغيره في المنطق لكن أصول الفقه يختلف لأنه انضافت إليه العقلية الإسلامية التي تستمح بالخلاف ولذلك لا تجدون اليوم مسألة ثقية ليس فيها خلاف إلا في القطعيات فقط القطعيات التي ليس فيها خلاف قليلة قل لا أجد فيما أنزل علي محرم الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه المحرمات والقطعيات في الإسلام قليلة البقية تخضع للنشاط العقلي أوصول الفقه فيه نشاط عقلي ولذلك يختلف العلماء لو لم يكن هناك نشاط عقلي لم اختلفوا لكن العقل الذي نقصده هو المستأنس بهذه القواعد وليس المطرح لهذه الأصول لا يأتيني شخص ويقول لي والله الإسلام يدعو إلى العقل وبما أن القرآن الكريم خلاص هو الكتاب المعتمد وقاء بالتواتر السنة لا نعتبرها مصدرا تشريعيا استخداما للعقل لا ليس الاستخدام العقلي هو هذا الاستخدام العقلي هو أن تطمئن إلى هذه المصادر وتبحثها باستخدام المنهج لذلك أيها الإخوة أو الأبناء والبنات نريد مفكرين علماء يستطيعون استثارة هذه القدرة العقلية للإبداع والإنتاج وأنا لا أشك في كل واحد منكم عملاق لكنه يحتاج إلى استنهض وكيف يستنهض من خلال معرفة كيفية استثارة العقل ولا تقلدوا لا تقول لي أديسون عمل ألف اختراع والاختراع وقم واحد بعد الألف أضاء المصباح يا أخي ذلك قام بألف اختراع هل لازم أن تقوم بألف اختراع أنت عليك ربما قدرتك العقلية تستطيع أن تجعل المصباح يضيعه في اختراعين لكن المقصود أن التجربة تعلم الصواب وأن الخطأ يعلم الصواب فقط لكن ليس بالضرورة أن يكون ألف عندما قال الله تعالى لنبيه لقد كان لكم في إبراهيم والذين آمنوا معه أكملوا أسوة حسنة وقال الله تعالى أيضا لنبيه أولئك الذين هداهم الله فبيهداه مقتده أنا أسألكم إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام وهو شاب ولا لما كسرها كسرها صح طيب النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام ولا لما مأمور مأمور صح طيب في مكة ثلاثمائة وستين صنم لم يكسرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما عندما عاد فاتحا أهل مكة كانوا مقتنعين بكسر الأصنام خلاص تحقق لديهم أن الأصنام لا تنفع طيب أين الاقتداء بإبراهيم عليه السلام يلا عدد استثارة العقلية يلا نسمع من هنا عندكم استعدادة تقاوم ولا لا ولا ترفعوا يدينكم عساس أقول فيه استثارة عقلية شيء إقابة وين الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه السلام مأمور بالاقتداء به وكان أصنام في مكة ليش ما كسرها النبي صلى الله عليه وسلم واختيار النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الناس لاحقا يرفضون الأصنام إذن القدوة في الهدف هو أن تجعل الناس يتركون الأصنام ويعبدون الله إذن فالاقتداء أنك تحقق نفس النتيجة في نهاية المطاف أن تكون عالما لكن لا تكون نسخة من غيرك حتى لا تزيد النسخ معنا قيل لرجل إن فلانا لعالم إن فلانا حفظ البخاري قال زادت نسخة في البلد الحمد لله فعندما تكون صورة من غيرك فقط فأنت نسخة مكررة منه والاستنساخ هذا لا تستعقل عليه سيأتي إن شاء الله وتعالى لاحقا بعد يمكن عشر سنوات من الآن ستأتي شركات استنساخ يمكن تنسخ نفسك ثنين أو تنسخ جدك وتنسخ أمك وتنسخ العلم الآن يتقدم بشكل مذهل وقد دخلت فيه التجارة والصين وكوريا الآن قادمة إلينا بشركات استنساخ يعني ما تنسخ الآن الآيفون أو الجالكسي أو الهواتف الأخرى فقط لا تنسخ الآن الإلكترونيات الآن ستنسخ البشر لكن قبل أن تكون نسخة عضوية لا تكون نسخة عقلية نسأل الله لكم التوفيق فاليوم إن شاء الله تعالى ما حفظت القرآن الكريم الذين سيتوجون بهذا التاج العظيم القرآن الكريم هو المفتاح للعلوم كلها القرآن الكريم يا أبنائي وبناتي يعني أن تكون إنسانا جامعا من كل شيء ولذلك لا تجدون في القرآن الكريم سورة متخصصة في الأحكام ولا تجدون في القرآن الكريم الأحكام في سورة واحدة فقط إنما تمرون بعضة بتعظيم لله بوصف للحياة بحكم بقصة نبي بقصة شخص آخر وهكذا القرآن الكريم رائع جدا يعبر عن طبيعة الحياة التي نعيشها بما فيها من فنون مختلفة من الحياة ويعبر عن الطبيعة البشرية التي لا تنحصر في زاوية ضيقة فقط أسأل الله لنا ولكم التوفيق شكرا لكم مبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين